اليوم رح نكمل عن مصادر الطاقة المتجددة طبعاً شو السبب اللي خلى الناس تبحث عن مصادر أخرى للطاقة غير الطاقة المتجددة هما سببين ذكرناهم في الفيديو السابق أنه الاستخدام المتكرر للطاقة غير المتجددة رح يؤدي إلى نفاذها يوماً ما ولن تتكون مرة أخرى إلا بعد ملايين السنين هذا أول سبب السبب الثاني أنه هذه المصادر الملوثة للبيئة لأنها بتنتج غازات مثل غاز ثاني أكسيد الكربون هلا أول مصدر من مصادر الطاقة المتجددة اللي هي الطاقة الشمسية هلا إحنا أنتو بتعرفوه وإنتو بالابتدائي كنتو تأخذوه أن الشمس هي المصدر الرئيسي للطاقة لجميع الكائنات الحية على الأرض تمام؟ وأخذتو كمان عن عملية البناء ضوي لكن هلا رح تأخذوه عن عمليتين مهمتين وأساسيتين في الحياة جميع الكائنات الحية طبعا هاي النقطة مهمة جدا تتبه عليها كمان لأننا رح تمر معك السنة وجاء إن شاء الله بصف السابع هلا في عندي عمليتين أساسيتين هم عملية البناء الضوئي في النباتات وعملية التنفس الخلوي للكائنات الحية جميعها تمام؟ عملية البناء الضوئي هلا النباتات برضو أخذتو بالابتدائي إنه عشان النباتات تصقم بعملية البناء الضوئي شو بتحتاج؟ بتحتاج لثانية كسية الكربون وتحتاج للماء ويجب وجود أشعة الشمس ليش؟ ليش أنا بدي هذول الأشياء الثلاثة عشان تعطيني الغذاء هلا الغذاء بيكون مخزن فيه الطاقة اللي هي طاقة الشمس تمام؟ هلا في عندي التنفس الخلوي هلا الغذاء اللي مخزن فيه الطاقة الشمسية بنروح مثلا أنا كإنسان بأخذ هذا الغذاء بحرق الجسمي بيحرق أو خلاياي بتحرق هذا الغذاء عشان تحرر لي طاقة تمام؟ عشان تحرر لي طاقة عشان نقدر نقوم بالأعمال اليومية اللي إحنا بنعملها فإذن مرة أحدة بدأ أعيد عندي النباتات تصنع غذاء هلا هذا الغذاء بتخزن فيه الطاقة الشمسية بروح أنا كإنحي بأخذ هذا الغذاء بتم حرقه في الخلايا تبعتي عشان أحرر للطاقة وبالتالي أنا كيف بقدر أروح وأجي عن طريق الطاقة الشمسية المخزنة فيه الغذاء طيب ثاني إيش رح نحكي عنه اللي هي الخلايا الشمسية وإذا بتتذكروا يا سادس حكينا عنه فيه تحولات أشكال الطاقة وطيلك بدك تتميز بين السخان الشمسي وبين الخلايا الشمسية فالسخان من اسمه بسخن فإذا من طاقة شمسية لطاقة حرارية تمام هلأ الخلايا الشمسية تحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية تمام وين بتتخزن هاي الطاقة الشمسية فيه بطريات خاصة ليش هاي البطريات بتخزنها عشان تتم استخدام هاي الطاقة الشمسية لما يتغيب الشمس طيب هلأ هون رح نشوف على استخدامات الخلايا الشمسية هاي هون عندي بالصورة رقم بصفحة 60 هلأ هون أنا بشوف عندي هون إذا أنا بشوف فيه عندي هون سيارة بتعمل بالطاقة الشمسية هاد عمود إنارة مربوط فيه خلية شمسية على أساس إنه يولد طاقة كهربائية في الليل لما تغيب الشمس هلأ هون أنا عندي في البيوت ممكن كمان أستخدمها في البيوت إنه أنا بركب خلايا شمسية وبالتالي ببطل فيه استهلاك للكهرباء وممكن أنا أستخدمه في المستشفيات ومركز الصحية والمدارس إلى آخرها هلأ هاي هي استخدامات الخلايا الشمسية هلأ رح نهيكي عن المناطق اللي فيها أعلى نسبة من الإشعاع الشمسي أو الطاقة الشمسية هي المناطق الجنوبية والمناطق الشرقية هدول المنطقتين هم أكتر المناطق استخدام لهاي الخلايا هلأ الثاني طاقة متجددة موجودة عندنا اللي هي طاقة الرياح طبعا طاقة الرياح رح نحكي عنها في شغلتين الشغل الأول اللي هي استخداماتها والشغل الثاني المشروع اللي صار لا طاقة الرياح فأول استخدام لا طاقة الرياح اللي هو تحريك السفن الشرعية هلأ هاي السفينة الشرعية هلأ هاي السفينة ما بتشتغل إلا في حال وجود الرياح فإذن بوجود طاقة الرياح بتتحرك هاي السفينة الشرعية في الصورة المقابلة إليها اللي هي جنبها في الصورة اللي جنبها موجودة عندي مراوح هلأ هاي المراوح بتولد طاقة كهربائية عن طريق إيصالها إيصال هاي المراوح بمولدات تنتج الطاقة الكهربائية طبعا هون أنا رح أورجيكم صورة بصفحة 64 لمشروع الطفيلة اللي بيحتوي على 38 مروحة هاي المراوح بتستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية هلأ ثالث مصدر من مصدر الطاقة المتجددة اللي هو الطاقة المائية إذا أنا بلاحظة عندي هون في سد هلأ هذا السد في مياه ساقطة من أعلى السد توصل هاي المياه بتوربينات خاصة هلأ هاي التوربينات بتكون موصولة بمولدات كهربائية تعمل على إنتاج الطاقة فشرط لطاقة المائية إنه يكون ديمومة في وجود الماء وتحرك الماء على أساس إنه أنا أقدر إني أنا أنتج هاي الطاقة الكهربائية فإذن كيف نحصل على الطاقة الكهربائية؟ يسقط الماء يتحرك التوربينات الموصولة بمولدات كهربائية فتنتج طاقة كهربائية هلأ بنهاية هذا الفصل لازم نحكي إنه أنا لازم أحافظ على مصادر الطاقة غير المتجددة لإنها على بشك النفاذ وكمان إنه أحاول إني أنا أبحث عن مصادر للطاقة المتجددة وأحاول أستثمرها بشطة الطرق والوسائل ويمكن أن هنا هذا الفصل يا سادس يعطيكم العافية موسيقى